هنبدأ الحلقة النهاردة بخبر حلو، خبر جميل فيش أجمل من خبر إنه درجات الحرارة حتقل شوية وتلخفض الأيام اللي جاي هيئة الأرصاد الجوية بتقول لنا الخبر الكويس ده إن النهاردة حتبدأ الموجة الحرة في الانكسار بعد موجة شديدة الحرارة شهدتها مصر طوال الأسبوع اللي فات النهاردة حيكون إن شاء الله في انخفاض طفيف يعني مش كبير بس شوية درجات الحرارة حتقل بقيم تتراوح من درجتين لتلات درجات ودي حاجة يعني مبدئياً كده هبق مبشرة إن شاء الله الدنيا تبقى عرض درجتين لتلات درجات مهما يكون نحن في عرض درجة واحد صحيح صحيح صراحة الصف ده شديد شديد جداً في الحرارة والحمد لله إن الموجة حسب الأرصاد الجوية هتبدأ في الانكسار وهيبقى فيه تراجع في درجات الحرارة لأن الناس كتير الحقيقة بتتعب من درجات الحرارة المرتفعة وارتفاع نسب الرطوبة في الجو خصوصاً مع الناس اللي بتشتغل في الشارع أو طبيعة عملها في الشارع أو تحت أشعة الشمس وبيتحركوا في وسط النهار ويكون فعون كل واحد بيتطلب عمله أو ظروف عمله إنه يتعرض لأشعة الشمس لساعات طويلة خصوصاً في الوقت اللي بتبقى فيه أشعة الشمس قوية جداً من عشرة صباحاً لغاية الساعة ثلاثة أو أربعة العصر الأجواء اللطيفة دي إن شاء الله هتنعكس في كل محافظات الجمهورية وكمان في مدينة العالمين الجديدة في العالمين طبعاً فيه مهرجان يعني دايماً فيه أنشطة مختلفة رياضية وفقافية وفنية الأجواء هتبقى لطيفة ليلاً هتكون أجواء مناسبة طبعاً للحفلات والحالة الجميلة اللي عملها مهرجان العالمين الجديدة اللي من خلال أيام انطلاقه بدأ يستقطب عدد كبير جداً من السائحين المصريين والعرب والمستهدف كده إنه يصل إن شاء الله عدد مرتادي وزوار المهرجان لأكتر من مليون ونص زائر واللي أحلى من كده إن فيه البحر الحقيقي السباحة في درجات الحرارة المرتفعة هي بتكون أحلى شيء تستمتع به المصيف أو اللي بيزور السواحل المصرية المختلفة وطبعاً مدينة العالمين لها الشواطئ السحرة ولون الميا الجاذب للجميع إحنا بنطمن كل اللي حابب يسافر كمان النهاردة في المهرجان إن فيه حفل كبير جداً للفنان تامر حسني هيقدم مجموعة من أجمل الأغاني وهيكون فيه مفاجآت كتيرة في الحفلة مرة تانية بنصبح على حضراتكو في صباح الخير يا مصر ترجمة نانسي قنقر